مشاهدين الكرام أبطال الصفة السادس للتدائي السلام عليكم و ألهم بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم حلقتنا النهاردة هنشوف فيها مع بعض حل أسالة التقييم الأسبوعي الرابع وعايزين قبل ما نبدأ بذكركم بالتفاعل على الفيديو من خلال إن احنا نوقف ثواني بسيطة وندغط على رمزة عجبا اللي هنلاقيه موجود أسفل الفيديو علشان الفيديو يوصل لكل زملائنا وكلهم يستفيدوا تعالي للوقت نبدأ مع أول نموذج من نماذج التقييم الأسبوعي للأسبوع الرابع وهنحل مع بعض بالتفصيل وأول سؤال فيه بيقول لأكمل ما يأتي يقوم نقط بضخ المزيد من الدم لتغذية العضلات اللازمة للحركة علشان الإنسان يتحرك فيه واحد من الأعضاء اللي موجودة بجسمه ليعمل عملية ضخ للدم علشان يغزي العضلات هنقول له العضو ده هو القلب يبقى مكان النعط يبقى نقول يقوم القلب بضخ المزيد من الدم لتغذية العضلات اللازمة للحركة السؤال التاني بيقول لي أكتب ما تدل عليه العبارة خلايا على شكل ألياف طولية تسمح بالحركة موجود في أجسامنا خلايا والخلايا دي بتكون واخدة شكل الطولي يعني بالطول ودي هي اللي بتخلينا نقدر نعمل عملية الحركة بسهولة هنقول العبارة دي بتدل على الخلايا العضلية السؤال التالت بيقول لي علل لا يستطيع أحد أجهزة الجسم العمل بمفرده للقيام بمهمة بسيطة طبعا كلنا عارفين أن جسم الإنسان بيتكون من مجموعة من الأجهزة هنضرب عمزلة عندنا زي الجهاز الحركي والجهاز العصبي والجهاز الدوري والجهاز الهضمي أي جهاز من دول ما يقدرش يشتغل لوحده إيه السبب؟ هنقول له السبب في ده لأن كل جهاز مسؤول عن وظيفة محددة يقوم بها وبالتالي علشان جسم الإنسان يقوم بوظائف مختلفة لازم كل الأجهزة تعمل معا ولا يستطيع أي جهاز أن يعمل بمفرده يبقى الإجابة هنقولها مرة تانية منساقة مع بعض لأن كل جهاز مسؤول عن وظيفة محددة يقوم بها السؤال الرابع عندنا بيقول لي ماذا يحدث في حالة انقباض وانبساط العضلات إيه اللي بيحصل لو عضلات الإنسان حصلت لها عملية انقباض وعملية انبساط هنقوله في الحالة دي هتحصل عملية حركة للعضلة والحركة بتكون في اتجاه واحد يبقى الإجابة منساقة هنقول سوف يحدث حركة للعضلة في اتجاه واحد والسؤال الخامس عندنا الصورة اللي ظهرت قدامي على الشاشة بيقول لي حدد اسم الجهاز رقم واحد بالصورة التي أمامك طبعا رقم واحد على الصورة بيشير إلى الجهاز العضلية ودلوقتي تعالج نروح للمجموعة التانية ونشوف الاختبار التاني الخاص بيهم ونحل أسئلته بالتفصيل أول سؤال عندهم بيقول لي أكمل ما يأتي يقوم نقط برسالة تعليمات إلى العضلات طبعا علشان جسمين يتحرك لازم أن العضلات تعمل عملية انقباض وانبساط مين اللي بيديها التعليمات واحد من عضو من عضاء جسم الإنسان ده العضوه ده هو المخ يبقى في النقط هنقول لي يقوم المخ برسالة تعليمات إلى العضلات السؤال التاني أكتب ما تدل عليه العبارة خلايا قادرة على افتزان وإطلاق الطاقة بسرعة ده تعريف وإحنا عايزين نقول له التعريف ده إيه المصطلح الخاص به هنقول له العبارة دي بتدل على الخلايا العضلية أما السؤال التالث عندنا بيقول لعلل يجب أن تتنوع الخلايا في الشكل والحجو يعني إيه تتنوع يعني تختلف خلايا جسم الإنسان ما ينفعش كلها تبقى بنفس الشكل ولا بنفس الحجم إيه السبب إنها لازم تكون مختلفة عن بعض هنقول سبب في ذلك لأن كل خلية تقوم بوظيفة حيوية محددة يبال إجابة هنسقها من قولها مع بعض مرة تانية لأن كل خلية تقوم بوظيفة حيوية محددة السؤال الرابع بيقول لحدد أربعة من أجهزة الجسم التي تعمل معا عند لعب كرة القدم أي واحد فينا بيمارس رياضة كرة القدم أثناء اللعب فيه أربعة من أجهز الجسم المختلفة بتكون في الوقت ده بتعمل بتعمل معا يعني في نفس الوقت هنقول لأجهزة دي أول جهاز فيهم هو الجهاز العصبي وبعدين هو بيلعب بيتنفس يبقى الجهاز التنفسي والقلب والأوعي الدموية والشرايين بالضخط جدام يبقى اللي بيعمل الجهاز الدوري وأيضا الجهاز الهضمي يبقى أي لاعب كرة قدم أثناء اللعب عنده أربع أجهزة من أجهزة جسمه بتعمل في نفس الوقت الأجهزة دي هي الجهاز العصبي والتنفسي والدوري والجهاز الهضمي أما السؤال الخامس في النموذج به من نمازل التقييم الأسبوعي للأسبوع الرابع في قدية العلوم لطلاب الصف السادس الابتدائي بيقولي الصورة اللي قدامك عليها رقم اثنين اذكر اسم الجهاز ده هنقوله الرقم ده بيمثل الجهاز الهيكلي تعالي دلوقتي نشوف الأختبار الثالث الخاصة بالمجموعة الثالثة من زملائنا في الفصل وهنحله معاهم بالتفصيل علشان نبقى مستعدين لأي سؤال يكون عندنا أول سؤال في الاختبار الثالث بيقولي أكمل ما يأتي لرفع كتاب موضوع على مكتب ترى نقط أولا مكان الكتاب أي كتاب موجود على المكتب علشان نشيله من مكانه من اللي بيشوف مكان الكتاب في الأول هنقوله ترى العين أولا مكان الكتاب أما السؤال الثاني عندنا بيقولي أكتب ما تدل عليه العبارة جهاز يتكون من عظام وعضلات وعربطة وأوتار وغضريف واحد من الأجهزة اللي موجودة في جسم الإنسان والجهاز ده بيبقى موجود فيه عظام وعضلات وأربطة وأوتار وغضريف هنقولي العبارة ده بتدل على الجهاز العضلي السؤال الثالث بيقولي علل تكون خلايا العضلات على شكل أجياف طولية ليه الخلايا اللي موجودة في عضلات جسم الإنسان بتكون واخدة شكل الطولي يعني طويلة بالطول هنقولي السبب في ذلك علشان تقدر تعمل تخزين وإطلاق للطاقة بسرعة وده بيخليها تتحرك بسرعة يبقى إجابتنا العلمية هننسقها ونكتبها كبتالي حتى تكون بتخزين وإطلاق الطاقة بسرعة مما يجعلها تتحرك بسرعة السؤال رقم 4 بيقولي ما هي أجهزة الجسم التي تعمل معا عند لعب كرة القدم طبعا زي ما احنا جاوبنا السؤال ده في النموذج التاني أثناء لعب كرة القدم فيها أربعة من أجهزة الجسم بتعمل معا الأربعة أجهزة دول هما الجهاز العصبي والتنفسي والجهاز الدوري والجهاز الهضني وآخر سؤال عندنا بيقولي حدد اسم النسيج بالصورة التي أمامك النسيجي اللي موجود في الصورة اللي قدامنا هو النسيج العضلي وبقدر أصدقائنا العزيزية طلاب الصف السيدس في ابتدائي نكون وصلنا مع بعض لنهاية حل التقييم الأسبوعي للأسبوع الرابع في مادة العلوم وبنذكركم أن احنا بنسعد بتفاعلكم معنا لو أنت ضغطتوا على رمز أعجبني علشان أنت بيخلي الفيديو يوصل لكل الزمالين وكلهم يستفيدوا كما أنت يدار تشاركوا الفيديو معهم مباشرة لو استخدمتوا رمز المشاركة اللي موجود أسفل الفيديو أما لو أنت أول مرة تشوفنا وحبيت أنك تنضم لأسراتنا وتشاهد حلول التقييمات الأسبوعية القادمة بنسعد بانضمامك لنا من خلال ضغطك على كلمة اشتراك أو سابسكرايب اللي موجود أسفل الفيديو على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد تقبله أطيب تحياتي وأصدق منياتي لكم جميعا بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته